اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو تساعدنا في مفهم اللي هو حيثيات والجانب النظري للموضوع ايش بنقصد بالتكلفة اللي هي الكوست بعرف المحاسبين التكلفة بانها مجموعة موالد مضحة بها او ضائعة لتحقيق هدف محدد يكبهي موالد مالية بنضحبها من اجل تحقيق هدف محدد وعادة ما تقص بكمية نقلية يجب ان ندفعها من اجل الحصول على سلعة او خدمة محددة يكبه تكلفة موالد مضحة بها او موالد مالية مضحة بها لتحقيق هدف احنا بنضحيش من اجل فراغ ولا بنحب في التضحية بدون مقابلها احنا بنضحي عشان نحقق هدف بندفع تكلفة لانتاج سلعة معينة الهدف ننتج السلعة ونبيع السلعة ونحقق عائد من وراء هاي العملية فهنا مفهوم التكلفة ان هي بنضحب فلوس بنضحب موالد بنضحب وقت بنضحب ايدي عاملة من اجل ان احنا نحقق هدف محدد نجي نشوف محفوم المصروف نظر محفوم التكلفة عشان ميز بين التكلفة ومصروف يمكن تعريف المصروف انه تضحية اختيارية هناك ما كانش تضحية اختيارية هناك تضحية مضحة بها يعني اجبارية الزمية لكن في المصروف تضحية اختيارية في سبيل الحصول على منفعة حاضرة في الحصول على منفعة حاضرة هناك ما كانش يقول لي اللي هو منفع حاضرة كان يقول لي هدف محدد والهدف محدد ممكن يتحقق في المدى القريب وممكن يتحقق في المدى البعيد لكن في المصروف يقول لي بدي تضحية اختيارية يعني مش الزمية مش جبارية في سبيل الحصول على منفع حاضرة منفع حاضرة يعني في الوقت الراهن في الوقت القصير في الأجل القصير وبالتالي بيقول لي كمان المصروف يمثل الجزء المستنفذ من التكلفة خلال فترة زمنية معينة لتحقيق الإرادة كيف يعني؟ يعني لو أنا اللي هو رحت شريط آلة أو مكنة بخمسين ألف دولار طبعاً الآلة ولا المكنة هذي مبلغ إجباري مبلغ كبير حنضحبه من أجل أنه نشتري مكنة والمكنة حتساعدني في العملية الإنتاجية المكنة اللي ثمنها خمسين ألف دولار حتخدم عندي مثلاً عشر سنوات وهي حتجيب لمنفعة والمنفعة هذه مش حتكون في الوقت القصير أو منفعة هذا ولا المنفعة حتكون طويلة الأجل طيب المكنة اللي بدأت تخدمني عشر سنين يعني كل سنة حأستخدم من قيمتها أو من ثمنها ما يقابله اللي هو عشرة في المئة من الخمسين ألف يعني خمس تلاف دينار يقبل استهلاك السنوي للمكنة خمس تلاف دينار معناته كل سنة جزء المستهلكة أو قصة الاهلاك السنوي يعتبر مصروف بينما ثمن الآله يعتبر تكلفة يقبل ثمن الآله الكل يعتبر تكلفة لكن الجزء اللي بخص السنة اللي هو الاستهلاك السنوي يعتبر مصروف يقبل التكلفة بتخصش فترة حاضرة أو قريبة أو سنة واحدة بينما المصروف بخص سنة التكلفة زي ما قلنا موارد مضحة بها إجباريا لكن المصروف موارد مضحة بها اختياريا عشان هيكد الشركة اللي بدأت تتخذ قرارات لترشيد النفقات مش هتقدر اللي هو تمس في التكاليف وإنما هيكون المجال اللي هي ممكن تكون عندها مجال إنها تحاول تخفر فيه بقدر المستطاع اللي هو المصريف لش لأنه التكاليف لا يمكن إنو احنا نحاول نقلصه أول رشدة إذا أنا بدي أنتاج بدي مواد خام بقدرش أقول للعمال ما تجيبوش مواد خام بقدرش أقول قلصوا عدد العمال لأن العمال هم اللي بدهم يمارسوا عملية لإنتاج المواد الخام والأجور اللي بدها تشتغل عندي هالي اللي هي إيش تكلفة إجبارية ما فيش مجال أخفض فيها فما بقدرش أخفض في التكلفة لكن بيكون عندي مجال إن ألجأ أو أعمل لتخفيض في المصريف يعني في عندي مصريف نفقات إدارية بدل ما يكون عندي اللي هو مثلاً أربع حراس وثلاث سكرتاريا وثمينة بحاول اللي هو إيش أقلص فيهم بقلص في النفقات ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك القرطسية ترشيد استهلاك وسائل المواصلات يعني بحاول لكن عند عنصر التكلفة ما بيكون إيش حريص على أك لا بالعكس كل ما يكون فيه عندي إنتاج وفطلبه اللي هو شراء مستلزمات للإنتاج بيقوله متوكل على الله إنه حيكون فيه عندي عائد على عملية الإنتاج يعني بهاي عندي الفرق بين مفهوم التكلفة ومفهوم المصروف في عندي اللي هو شغل ثاني ينتج اللي هو مفهوم الخسارة سواء التكلفة ولا المصروف الاثنين بدهم يحققوا لهدف بدهم يحققوا لهدف لكن زي ما قلنا التكلفة ترحية إجبارية بينما المصروف ترحية إختيارية المصروف بمثل منفعة أو من أجل منفعة حاضرة بينما التكلفة بيكون منفعة مستقبلية اللي بترطي فترة زمنية طويلة طب إيش هيختلف عنهم المصروف؟ المصروف ترحية إضطرارية تتحملها المنشأة دون الحصول على أي منفعة أو تحقيق هدف هناك إحنا كانت بيساعدني سواء التكلفة والمصروف بتحقيق هدف لكن هنا الخسارة لا فلوس راحت ما استفدناش ما حققناش أي هدف ما أنتجناش ما زاداتش إيراداتنا فبالتالي ما كانش فيه من وراها أي هدف طبعا نشوف العوامل اللي بتأثر هيك خلصنا المفعيم الثلاثة التكلفة والمصروف والقصارة لنبدأتكلم على تكاليف التكاليف إحنا بنصنفهم لعدة قسام أو عدة مجموعات إيش العوامل اللي بتخليني أقدم أو اللي هو أأثر على المصاريف طبعا أهمية المصروف والمعلومات اللي عندي والأمور هذي بتأثر في تصنيف هده المصروفات مش كثير إحنا معنين في العوامل اللي بتأثر على المصروف على التصنيف اللي أهم العوامل اللي بتأثر على التصنيف اللي هو تصنيف عناصر التكاليف نفسها كيف بقسمها لا إيش بقسمها إيش المجموعات اللي بتندرج تحتها إيش التصنيفات اللي موجودة طبعا عندي اللي هو التصنيفات اللي ها أكثر من تصنيف للتكلفة أول بأي تصنيفات عندي اللي هو التصنيف النوعي أو التصنيف الطبيعي حسب هذا النوع من التصنيفات بنقسم أو بنصنف عناصر التكاليف لثلاث أقسام اللي هو العنصر الأول عنصر المواد الماتيريا المواد الخام اللي بدأ استخدمها في العملية الإنتاجية مواد خام تستخدم في التصنيع لو أنا شركة اللي هي صناعة أثاث الموبيلية معناته المواد الخام بتكون عندي الخشب والسرينج والمسانير والحديد والأمور هذه والفورمايكا والأمور المواد الخام اللي بتستخدم في العملية الإنتاجية لو أنا مصنع حلويات معناته هتكون عندي المواد الخام السكر واللطين والاسميد والمستلزامات اللي هي الحلويات لو أنا اللي هو عندي مصنع إيش ملكون المواد الخام حتختلف باختلاف نوع الصناعة أو الحرفة اللي بشتغل فيها الشركة يكبر أول تصنيف التصنيف النوعي والطبيعي اللي هو بيقسم لثلاث أقسام عنصر المواد اللي هي ثمن مستلزمات الإنتاج الماتيريال النوع الثاني عنصر العمل اللي هو أجور العمال اللي هيشتغله في تصنيع وإنتاج المنتاج اللي عندي الصنف الثالث أو العنصر الثالث في التصنيف الثاني اللي هو عنصر المصرفات الأخرى أي بند من ضمن البنود اللي تلزمني في الصنعة غير المواد وغير الأجور معناته بنسميها إيش مصرفات يعني أنا مثلا عندي لو أنا بصنع اللي هو حيكون عندي مواد خام حاجتي مواد خام وحاجيب عمال العمال حيقولي بدنا حاجات كتير كمان عشان نصنع زي إيش؟ آه بدهم اللي هو آلات عشان نشتغلوا عليها بدنا كهرب عشان اللي هو تشغل آلات بدنا عمال نظافة بدنا مستلزمات بدنا اللي هي مصاريف إدارية بدنا مصاريف عمال مساعدين بدنا مصاريف نقل بدنا حاجات تاري كلها بنسميها عنصر المصرفات هذا التصنيف الأول اللي هو التصنيف النوعي أو الوظيفي خلصناه وقلنا تقسم فيه المصرفات لثلاث أقسام عنصر اللي هو المواد وعنصر الأجور اللي هو العمال وعنصر المصرفات التصنيف الثاني اللي هو التصنيف الزمني التصنيف الزمني التصنيف الزمني ايش بنقصد فيه أو ايش بنقسم للتصنيف الزمني لقسمين تكاليف إيرادية وتكاليف رأسمالية التكاليف الرأسمالية هي التكاليف اللي بتغطي فترة زمنية طويلة أكثر من سنة بتغطي أكثر من سنة لو أنا شعرت مكنة بدا تخدمني ثلاث سنين معناته ثمن هاي المكنة وتكلفات تتعتبر مصاريف تعتبر تكاليف رأسمالية والتكاليف الرأسمالية هي تكاليف عناصر أو الآلات اللي نستخدمها في الانتاج لأنه بتحت تخدمني مدة زمنية طويلة التكاليف الإيرادية هي تكاليف حق أنفقها من أجل أنها تجيب لي عائد في المدى القصير يعني في مدى أقل من سنة زي ما بدفع اللي هو تكاليف أجور العمال هذه بشكل شهري تكاليف اللي هو أو مصروف الكهرب والمي والصيان والحاجات هذه بتكون شهرية بتغطي فترة أقل من سنة زي مصروف الإيجار هذه كلها بنسميها تكاليف إيرادية نقبل التصنيف الزمني في تكاليف إيرادية وفي عنده تكاليف رأسمالية في عنده تصنيف الوظيفي التصنيف الوظيفي طبعا هنا اللي هو حسب وظيفة التكلفة حسب وظيفة التكلفة أو حسب وظيفة القسم اللي استخدم التكلفة وهنا بتنقسم لعدة أقسام فيها تكاليف من تجيلي تكاليف الصناعي تكاليف المصنع وعمال المصنع من أجور من كهرب من طاقة من مستلزمات إنتاج هذه كلها بنسميها تكاليف إنتاجية في عندي تكاليف تمويلية تكاليف التمويلية تتحلق تنروح على البنك آخر قرض والقرض ياخذ مني فائدة على القرض هذا الفائدة المبلغ للزيادة اللي دفعته من أجل الحصول على تمويل بنسميها التكاليف تمويلية في عندي تكاليف تسويقية لتكاليف بيع وتسويق وترويج البضاعة وبتشمل رواتب وجور اللي هو عمال البيع والتسويق والدعاية والإعلان والتغليف والهدايا والعلاقات الأهمة يعني هذه كلها بنسميها تكاليف تسويقية في عندي تكاليف الإدارية لتكاليف قسم الإدارة المدير والسكرتارية وقسم المحاسب والناس اللي بيشتغلوا العلاقات العامة الناس اللي بيشتغلوا في الإدارة وقسم التخطيط وقسم الاستشاريين وقسم العلاقات القانونية وقسم خدمة الزباين كل هذه بنسميها تكاليف إدارية تكاليف إدارية هذا خلصنا من التصنيف الوظيفي نجي للتصنيف المباشر حسب التصنيف المباشر بنقسم التكاليف لتكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة إيش بنقصد تكاليف مباشرة تنفق بشكل مباشر ومحدد في إنتاج السلعة يعني لو أنا بصنع أثاث معناته حيكون عندي الخشب اللي بشكريه عنصر أساسي في صناعة الكراسي والطولات والخزن اللي أنا بصنعها حين فبنقول عنها هذه تكلفة مباشرة العامل النجار اللي بشتغل النجار اللي بيقصه وبيجمع وبعمل تكلفته تكلفة مباشرة لأنه انفقت وحددت بشكل مباشر في إنتاج السلعة لكن في عندي نوع ثاني اللي هو التصنيف أو التكلفة غير المباشرة التكلفة غير المباشرة هي تكلفة تستخدم أو تنفق من أجل تسييل العملية لكن هي ما بتدخلش بشكل مباشر في العملية يعني أنا مثلا في مصنع الأثاث في ثمن شراء المواد الخام الخشب والحديد والأمور هذه تكلفة مباشرة لكن لو أنا شريت مثلا اللي هو الكهرب اللي اندفعت من أجل تشغيل المياقم أو تكلفة على المواد النظافة اللي شريتها أو مستلزمات اللي هو الأكل والشرب والبوفيتة على العمال أو اللي هو أجرة الحارس اللي مالوش علاقة بشغل النجارة وبعرفش فيها هذه كلها بنسميها تكاليف غير مباشرة تكاليف غير مباشرة طبعا إلها أهمية لأنها بتقوم بدور اللي هي دور مساعد ومهم لكن مش هو الدور المباشر مش هو الدور المباشرة فبنسمي التكاليف فيها تكاليف غير مباشرة تكاليف غير مباشرة هيك بنكون هنا اللي هو اللقاء أو الجزء الأول من اللي هو المحاضرة الأولى في محاسبة التكاليف وبنوقف لعند اللي هو التصنيف الخامس اللي هو التصنيف السلوكي لأنه هذا بحتاج اللي هو شريح متواصل تكاليف غير مباشرة